بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم في قناة السمك في اسكندرية معاكم عمر ابو الوفا والنواردة ان شاء الله هنتكلم عن فرق من سمكة القروس وسمكة السلفر وسمكة اللوت طبعا مبدايا هو اصلا مفيش اي شبه منه خالص وهلطل لاحظ ان كل واحدة شكلها مختلف عن التاني تماما زي ما قلنا قبل كده في المحتوى المرة الفاتت بتاع سمكة السلفر ان الراجل اللي هو يعايز يغش او ينصب عليك بيلعب دائما على فكرة حواسك ان انت اي خليك ما تركز تماما لكن انت لو انت حسيت ان انت بتتغفل يبقى لازم تعدى الزعانف ازاي تعدى الزعانف هتلاقي اللوت مثلا عندها زعانفتين فوق واحدة صغيرة واحدة كبيرة وهتلاقي القروس نفس الكلام عندها زعانفتين فوق لكن السلفر هي الوحيدة اللي عندها زعانفة واحدة يبقى انت اول ما تحس ان انت حواسك مش مركز اصلا دائما ان الراجل ده زي ما شرحنا مرة الفاتت بيبقى عنده علعاب بيلعبها كده معاك بحس ان انت ايه يعني ما تفكرش كتير تشتري فلا لازم يعني تحسيبها كويس ليه لان سمكة السلفر دي يعني مقومتها مش قد كده وهتدفع فيها فلوس على الفوضي لان هي اولا بيبقى فيها توابل ومليانة شوك ومليانة سفا فانت مش طرف تستفيد بيها فانت اهم حاجة ان انت لو حسيت ان تركيزك مش قد كده تبدأ تعدى الزعانف وصلي عن البي صلي اشتركوا في القناة